جانا نتواصل معكم خلال فقراتنا في شاي الضحى في هذه الفقرة رح نتكلم عن مشروع متعدد الأوجه يهدف لخدمة وبناء وتقدم المجتمع من خلال التأثير على شبابه ودفعهم باتجاه التغيير الإيجابي واكتشاف الذات وبناء وتقوية مهاراتهم في الإدارة والعمل الجماعي ليتمكنهم من اكتشاف واستغلال طاقتهم وأمكانياتهم الكاملة وتخريج جيل من الشباب الواعي كل هذا وأكثر رح نتكلم عنه من خلال هذه الفقرة مع ضيوفي المنورين في الستيديو لكن قبلها خلونا نشوف مع بعض هذا التقرير رح نتكلم أكثر عن هذا البرنامج المميز لدعم الطلبة وتطوير مهاراتهم مع ضيوفي في الستيديو إيمان سعود لرشيد الرئيس التنفيذي لمنظمة البروتشيز وبرنامج إشتاء حياة الله معاننا منورتنا في شاي الضحى مشكورين على صدفتنا شكرا منورتنا وأيضا معاننا زينب كوري خريجة الجيل الخامس من برنامج البروتشيز ومدير برنامج إشتاء حياة الله شكرا منورتنا البرنامج يعني من البرامج المميزة لدعم الشباب وتطوير مهاراتهم وهواياتهم وانتو اطلقته من سنة 2010 لكن في بداية اللقاء ودي تعرفيننا أكثر على البرنامج شنو هو برنامج بروتشيز أول شيء وايط صعب إحنا نشرح البروتشيز صار لنا يمكن سبع سنين نحاول نشرحها وما حد قاعد يفهمها فسوينا يمكن دوكمنتري مدة عشر دقايق لخص العشر سنين وقمنا نعرضها الناس قامت تفهمها أكثر إذا إن شاء الله في مجال عقوب أي يوم إن شاء الله نعرضها عندكم باختصار البروتشيز هي منظمة غير ربحية إرشادية وتوعوية تخدم فئة الشباب الشباب هم مختلف العمار عندنا برامج مختلفة مو بس برنامج البروتشيز ولكن برنامج البروتشيز هو برنامجنا الأساسي اللي احنا كل سنة من 2010 إلى اليوم قاعد نسويه خرجنا الحين سبعة جيال كل سنة نختار 25 شخص من عمر 16 إلى 24 كويتين وغير كويتين تريجين البروغرام يعني برنامج حق الوطن العربي اخترنا 12 جنسية عربية دشت ويانا حلو أنت خريجت أي جيل؟ الجيل الأول الجيل الأول وانضميتي للمنظمة كموظفة شلي إيه أنا انضميت كأول شي متطوعة وبعدين توظفت كموظفة بالبروتشيز وكذلك صرت مرشدة بالبرنامج وزينة بنتي خريجت الجيل الخامس شلي شجعت في أن تنضمين لهذا البرنامج؟ أنا دشت البروتشيز كنت كان عمري 24 كنت أكبر وحدة بالجيل الخامس نضميت إلى البرنامج من خلال دوامي نعم أي فك إحنا من إحنا راعي يعني برنامج البروتشيز وبس طرح مديري حمسني أنه أجرب برنامج ما كنت تدري شنو كان بانتظاري بس عمو كان يعني تجربة وايد حلوة حكي أكثر شي جذبت في بروتشيز شنو هو؟ المفاجأة المفاجأة دائما في عنصر المفاجأة كل يوم نقوم الصبح ما ندري شنو ناطرنا بس هذا حلو يخليك من داخل يصرفيك أدرينالين أنه أوكي الحين أنا جاهزة شنو تحدي اليوم؟ يلا خلنشوف فهذا وايد يحمس الإنسان طبعا أكيد الواحد دائما يحب المفاجآت والأمور اللي فيها أكشن يعني تكسر الروتين من خلال هذه الأمور المتجددة بشكل يومي إذن بنتكلم عن كل جيل يعني الحين توصلت والجيل السابع شنو فرق معات من الجيل الأول لجيل السابع؟ ترى كل سنة يتصعب إحنا بعدين ما شاء الله يعني أول سنة ثلاثمائة شخص قدم على البرنامج وختارنا خمسة وعشرين الحين قاعد يقدمون الآلة من الكويت وبرى الكويت والاختيار صعب جدا يعني الخمسة وعشرين يعني اللي نختارهم هنقول بوقت الصيف عندهم عطلتهم بالصيف يقدون معانا ويشدون حيلهم من الهوموركس من الأشياء اللي نعطيهم إياها كل سنة يتصعب بس كل سنة يفرق لأن المرشدين مختلفين عندنا خنقول هو داخل الكويت وبرى الكويت فيختلف البرنامج كل سنة الأشياء اللي قاعد تصير للبرنامج تطور كل سنة يعني كل سنة عن الثانية نعم اشلون شايف المنضمين للبرنامج قاعد يتكيفون معاكم خاصة أنهم شباب عمر صغير والموضوع فيه مسئولية وصفر فهل قاعد يتكيفون نحن نشوف البرنامج وايد فيه قوانين وقواعد الأعمار صغيرة فالتزام شوية يعني ما يقصر نويانا مو كل من يقدر يكمل البرنامج فيه ناس ويلتكو بس الحمد لله داخل البرنامج نزين يقدرون يعني من الصبح خنقول لي يقومون من الصبح للساعة ستة الصبح لي عشر بالليل نعم يعطون من نفسهم حلو يعني نون ستوب الله يوفقكم إن شاء الله زينبا الحين أيضا في تحضير لبرنامج اشتا صح تزامن مع فصل اشتا شنه برنامج اشتا برنامج اشتا وهو نسخة مصغرة من برنامج البروتجيز بشكل أساسي يركز على تهيئة شباب الكويتي والعربي من خلال مغامرات ديناميكية ومحاضرات من مرشدين لأسسوا مشروع أو متخصصين بمجال التطوير الذاتي نعم فالأعمار المتقدمين بين 15 سنة إلى 30 سنة وطبعا من خلال البرنامج رح يكونوا موزعين يعني على حسب أعمارهم نعم نعم مصوين جدول لهم طبعا حلو ايه اه هو مدة يعني مدة البرنامج تسع أيام يتوزع على ثلاث ويكند شهر واحد ورح يبلش اول ويكند يوم 11 واحد ان شاء الله بلش التقديم الحين للبرنامج قريبا عندنا خمسين متقدم اللي إن شاء الله رح يكونون داشنويان البرنامج التسجيل مفتوح على الموقع الموقع البروتجيس إذا نريد نتكلم أكثر عن التفاصيل شن هي أبرز المغامرات يعني زينا بكرت أنه في مغامرات رح تكون في البرنامج ومحاضرات شن هي أبرز الأمور اللي رح تسناولها يعني عنصر المفاجأة دائما موجود ما نعلم شنه رح يصير بالبرنامج كل سنة فطلبيون نقول لهم مثلا تعالوا المكان الفلاني ويا اللي درس كود الفلاني ومثلا يوم الأيام محاضرة الكارزمة الكارزمة ما نعلمهم شلون يصيرون عندهم الكارزماتك شلون ما خنقول لهم نخدعون بشخصيات كارزماتية فمثلا المحاضر يكون استاذ جاسم من نبهان هو مثل يعني وشخصية معروفة وكبيرة بالكويت كذلك يعني ما فيه مثلة كمثلة أكتر يدش عليهم بدون لا يدرون كمفاجأة يروح يشرح لهم مثلا يناقض نفسه يقول عن الماضي والحاضر يقول شيء وهم كلهم موافقين نزين فعقوب نقول لهم شون تصدكتو لأنه مثلا ما يصير تصدقون شخص لأنه هو مثلا اسلوبة يعني قاعد تكلم بطريقة معينة ولا واقف بطريقة معينة ولا صوتها هذا فهذه الأشياء الصغيرة كلها موجودة بالبرنامج نعم البرنامج كلها عبارة عن قيم خنقول انبدد أو داخل بكل شيء نعم منها طبعا احنا أهم شيء عندنا الأخلاق التعددية الوحدة الوطنية العطاء من غير مقابل وقيم وايد فكل شيء بالبرنامج فيه خنقول فيه قيمة يطلع منها الطلبة نعم وفيه همج يعني خنقول نختار أفضل الأساتذة اللي متخصصين بالأشياء اللي احنا بنعطيها نعم شنو أنت شخصيا شنو أبرز قيمة استفدت منها من البرنامج شوفي وايد أنا الحين صار لي سبع سنين وليما الحين أنا مع المنظمة يعني هديت خنقول ما كن وايد وقعت مع لبروتجيز لأنه وايد غير فيني وايد عطاني عطاني خنقول عائلة ثانية المجتمع بالبروتجيز وايد خنقول إيجابي يبي يعطي كل من يبي يساعد المرشدين اللي وياي اللي أول كانوا مرشديني هما لي ملحين يعني أنا صد زميلة وياهم ولكن هم من كل يوم أتعلم منهم وأتعلم مو بس من المرشدين أتعلم من الطلبة اللي ينضمون حق البرنامج لأن كل واحد فيه نياي من مكان مختلف فكل واحد عنده شيء يعلم الثاني فيه وكل واحد يبي يشوف الثاني ناجح فهذا الشيء اللي يعني صراحة وايد أحبب فيه تعاون وأنا حاس أنه فيه يعني كأنكم أسرة أسرة وحدة في هذا البرنامج زينب شون شايف الإقبال من قبل الشباب على مثل هذا البرامج اللي فيها تنقيف وتوعية وتطوير للشخصية ما شاء الله يعني يعني نشوف مثل ما قالت إيمان أنه حتى تسجيل صار عندنا أكثر وأكثر لهذا السبب أصلاً فتحنا باب إشته لأنه شفنا أنه فيه ويت طلب على برنامج البروتجيس فقلنا ليش لا ما نعطي فرصة حق هالشباب وحق هالجيل اللي صاعد ما شاء الله كلهم الحين عندهم مشارع وأفكار وفيه جيل يدشون من بره جيل يديد ونبي نعطيهم يعني فرصة أنه نشوفون الحياة بنظرة حلوة وأنه للحين فيه المزيد من الأشياء أنه تقدر تتطور يعني إحنا آخر شي نبي الإنسان يدش عندنا ويشيل كلمة ما أقدر من قاموسه طبعا لازم نشيلها ماكو شي يسمى مستحيل كل شي ممكن أن الواحد يسويه إذا كان حاط له خطة صاح وعنده مهارات كافية فإنه هو ياخذ هذه الخطوة ويسوي الشغلة اللي هو حاطها في باله أنا قاعدة أشوف أنه ما شاء الله فيكم طاقة إيجابية فشنو سر هذه الطاقة الإيجابية في برنامج بروتجيس لأنه إحنا قاعدة نشوف كل سنة التغيير بويوه اللي خنقول البارتسبنت اللي وياننا مو بس إحنا حتى الأهالي اللي مانيون يقولون إنت شنو سويته حقا يعني شنو التغيير اللي صار قاعدة نشوفه كل مرة فهذا الشي اللي خلينا إحنا صراحة سعيدين إننا نبي نعطي أكثر نبي نسوي أكثر نبي نسوي برامج أكثر والشي الهما اللي يسعدنا إنه من برى الكويت يعني بداية خنقول أهل بالسعودية بداية لدي زون بنتهم كان برى الكويت قام برى يعني قصدي برى السعودية قام بدول مختلفة يدزونهم الكويت حلو فهذا الشي يخلينا مستنسوني نبي نعطي أكثر زائد دول برى قاعد يطلبون إننا نسوي لهم برامج مثل البروتجيز فهذا الشي طالع من الكويت وإحنا يعني جدا فخورين فيه نعم يعني الخطوة اللي يائي إن شاء الله في منظمة البروتجيز إنه يكون الانطلاق عالمية دولية بالنسبة لكم ومو بس محلية إحنا أكيد إحنا أساسا بدينا يعني بلشنا سوينا برامج مختلفة خنقول بدول الخليج وكذلك يعني بوستين كوليج اللي هي جامعة كبيرة تعتبر من الجامعة يعني العالمية سوينا وياهم برنامج وليم الحين قاعد يكلموننا أن يابون يفتحون بروتجيز ببوستين كوليج نعم فيعني هذا شي كبير إلا بدالة إحنا إنه بشي من برى إحنا قاعد نصدر حق برى برامجنا زينب برنامج جشتا في منظمة بروتجيز شنو الجدول راح يكون راح يكون في سفرة للمنضمين لهذا البرنامج ولا راح تكون كل البرامج والفعاليات داخل الكويت أوه يعني مبدئيا راح يصير على ثلاث ويكند راح يبلش يوم الخميس يوم اليومعة ويوم السبت راح يكون يمكن يكون في سفرة مفاجئة مفاجئة بس الجو جميلة حين عندنا يعني بس عموما يعني كل محاضرات راح تكون بالكويت وبس أبي أقول نقطة وايد مهمة يعني المحاضرات مو كلاس يعني إحنا مو بمدرسة فالأماكن اللي إحنا قاعد ننقيها يعني هم نتفاجأ وتخلي الإنسان إنه يستمع لها المحاضرة بشكل غير يعني ما نخليه يفكر إنه هو داخل قسم لا نوديه ماكن يمكن بحر يمكن فوق سفينة يمكن ما كل مرة غير فهذا يخلي الإنسان بعد يوسع تفكيره أكثر طبعا يعني دايما الشباب في بعض الأمور يحسون في ملل إنه هو في الجامعة أوردي عنده محاضرات أو في المدرسة عنده محاضرات وبعد في الإجازة يروح برنامج في محاضرات فعجبني هذا الجانب عندكم في البرنامج إنه فيه جانب ترفيه تثقيفي يعني وهو تغيير الجو وكسب صداقات يديدة وعلاقات يديدة من هذا الجانب إيمان كلمين عن جانب التعاون بين الطلبة للمنضمين لبرنامجكم شون شايف التأقلم والتكيف مع بعض هل قادرين يتكيفون مع بعض بشكل كافي؟ هو من عمر 16 إلى 24 شوية صعب الواحد يقول شون تخلطون هذا الأعمار مع بعض وكذلك يعني من خنقول بالكويت من الجهر إلى الأحمدي كل واحد غير كل واحد ياي من مكان مختلف ولكن خلال البرنامج عندنا محاضرات عندنا الجروب وورك عندنا الأكتفيتز اللي قاعد نسويها عندنا إحنا دايما يعني ما نخليهم موسهل عارتشلون فدايما نخليهم نشتغلون مع بعض عندنا أشياء نسويها إيمان شكلتش تحبين الأمور الصعبة تصعبينها على الطلبة لا 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 موت كذي بس إنه مو صعبة كثير من أنها تحدي تحدي بضبطي نزين؟ فتلقين عقب ثاني سبوع وهم كأنهم عائلة واحدة كأنهم تيم واحد قاعد يشتغل الشي الحلو إن البرنامج هو اللي يبتدي ستة سابع أربع سابع بالكويت وسبوعين برا الكويت وبعدين يردون يشتغلون على مشروع واحد هما خمسة وعشرين شخص يشتغل على مشروع واحد والمشروع هذا مو بس يطلعون فكرته لا حقا يطبقونا يعني يحطوا لنا كل شي خنقول شنو هما يبون يوصلوا له ويسوونا وبعدين يتم تقييمهم يتم تقييمهم من خنقول شخصيات كبيرة من كل مكان بالكويت ومو هين التقييم ما كنوا جاملة فيه ويأخذون درجة عليه والدرجة هذه إذا خدوا سي وابوف يتخرجون نعم في درجة يعني فيه شهادة هل فيه شهادة زينا بتقدم للمنضمين لبرنامج بروتر تجيز؟ طبعا عقب ما خلصنا البروجيكت قدمنا للمرشيدين ولكل الناس اللي كانوا بشاركين لنا بهالبرنامج قدمنا مشروعنا احنا سوينا مشروع تطويعي اسمه رقش كان عبارة عن توزيع كتب على المحتاجين وطبعا بس احنا كنا احسن جيز صح يبنا نقطة وايد بنا وطبعا اخر شي ناخد مثل سرتيفيكيت انه بيأكد انه احنا تخرجنا انا حاسة ان الموضوع مو بس تنافس بين الطلبة نفسهم في الجيل الواحد فيه من جيل لجيل فيه تنافس يعني مو تنافس هو هم من تسجيع لان الشي الحلو انه الخريجين من الاجال السابقة اللي ما الان تشوفينهم موجودين يعني انا اللي ما حين موجودة انا القديمة يمكن زينب كل الناس اللي وياي بالجيل الاول اللي ما الان موجودين على تواصل دايما عندنا اكتفتيز خلال السنة الاجال السابقة تساعد يعني العمل على الجيل اللي ياي فدائماً تلقين الآن إن شاء الله عندنا بالمكتب دائماً موجودين يشتغلون على السنة الياية ما نوقف شغل أهرب يوفقكم إن شاء الله سمسعت وعيش معكم في هذا اللقاء شكراً لك إيمان شكراً لك شكراً لك زينة بنورتونة مشكورة ما قصرتي شكراً لكم العافية الله عافية شكراً ننتقل معكم لفقرة مميزة من فقراتنا في شاي الضحاك كل شركة أو مؤسسة تطمح لكسب رضا عملائها ونيل رضاهم من خلال الخدمات المميزة اللي قدمونها للعملاء وأهم موضوع لازم يركزون عليه الشركات اللي هي خدمة العملاء لأنها واجهة أي شركة أو أي مؤسسة راح تتعرفون على هذا الموضوع في هذه الفقرة تابرو